هذا وأكد قيادي بالإطار التنسيقي أن القانون الذي يعمل عليه المالكي يقضي بتقسيم العراق إلى خمسين دائرة انتخابية وفي بغداد وحدها عشرة دوائر وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر وأشار إلى أن التيار الصدري يؤيد قانون الدوائر المتعددة كونه يختمه أكثر في المحافظات الشيعية لتحقيق نتائج متقدمة في كل انتخابات يدخلها كاشفا عن وجود خلاف بين المالكي زعيم دولة القانون ومحمد الشيح السوداني القيادي السابق في دولة القانون والمستقيل من الدعوة وأضاف أن المالكي يدافع عن قانون الدوائر المتعددة حتى يتمكن من وقف زحف السوداني الذي يستفيد من قانون الدائرة الواحدة